يعطيكم العافية زميلات والزملاء بهذا الفيديو نستكبل حديث عن رسالة أجار البيت ورح نعرف جمال متفرقة ومتنوعة حول الأسئلة اللي كانت موجودة بالرسالة وبعد موضوع الرسالة ما انتهي منه رح ندخل بموضوع شرح خطة بامتحان البيعينز القناة اسمه دويتش استاينت شانسة والفيديوهات الموجودة على القناة حتى الآن هي الفيديوهات هاي بالفيديو السابقة في خطة ورحطينا رقم مانيك كنا مصدين نتملأه وكان يعود لها ملف الرسائل خيارات متعددة لكل سؤال هو باب عرض جمل تستخدم في الامتحان بالنسبة لخيارات المقدمة المقدمة ما رح نعرض خيارات فيها لانه المقدمة كافية ووافية لعرضت وتم شرح امكانيات المقدمة بثلاث فيديوهات هي اثنين وثلاثة واربعة من ملاف الرسائل لكن فكرة جوهرية ممكن ان تقال هي افضل طبعا مقدمة هي هاي المقدمة المتصلة برسائل العروض وخصوصا بالمعادة يعني غير لبراكتكم لكن تصلح للكل قلنا هاي الجملة ممكن يجري عليه هذا القسم ممكن يجري عليه التغيير فيورتي فونوك ممكن نقول فيوردين كورس فيوردين اورلاب فيور داس براكتكم وهلما جرى قلنا اذا طورت الانسان قواعده هو حر ما بضرورة يلتزم بشيء معين لكن بده يلتزم بانه شو المعلومات بده يوصلها للطرف الاخر لابدني هاي الرسالة حوار بين طرفين وضربنا مثال يعني اعلانكم الذي قرأته في الصحيفة اليومية يشغل اهتمامي يعني انا مهتم فيه السؤال الاول هو سبب الكتابة واحيانا بيجي بصيغة اخرى لكن نفس المعنى هون استخدم حرف الجر فيور وهو استخدام الجرتيب السؤال الاول اللي موجود بنص الرسالة الجواب عليه كان مومنتان زوغيش فيور ميني فاميليا شو ممكن يكون في خيارات اخرى بجمل بسيطة زايت دراي موناتن زوغيش ايش 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 انتو عرضين الاعلان وانا صليت لتشور عم ادور على بيت الطابق الاعلان مع رغبتي ببيت اربع غره فاعم بكتب لكم ممكن تقول من اسبوعين ممكن تقول من شهر هذا الامر بعود الى دين ميت برايس فيند ايش زي اكتسب تابل ديس هال بشرايب ايش اينا ميت برايس يعني قيمة الاجار شفتها معقولة من شهر هيك عم بكتب لكم يعني بالنسبة الي انا قيمة الاجار هي اهم شيء بالنسبة لي ممكن تكون لذلك اللي عم بكتب لكم نفس الفكرة لكن هون بالجينيتيب دي هو دي ميتة فيند ايش زي اكسب تابل ديس هال بشرايب ايش اينا يعني سقف الاجار الحد حد الاجار نعم بقول العربي سقف الاجار شفته مناسب ومعقول لذلك عم بكتب لكم طبعا لما تكتب الرسالة بتلفظ نظر الفاحص اكتر شوي لكن الشيء المهم هون اللي بنا نلاحظه انه بالمقام الاول عم يجي بالموقع الاول بالجملة عم يجي اما ظرف او مفعول وبعدين الفعل لانه بالجملة الرئيسية الفعل بيضل بالموقع الثاني والفعل عم يكون بالموقع الثالث هذا الشيء المهم اللي لازم نراكبه ممكن نقول هير ميت ميت مش تيش انا فراغن اوب ايش دي فونون ميتن كان دس هال بشرايب ايش اينا يعني احنا بقول بالعربي بهذه المناسبة مع هذه السطور اود الاستفسار وهون نفس الشيء يعني نفس الفكرة انه انا هون حابب استخبر استعلم لكن انا فراغن هون انا بدي اطرح اسئلة وانتظر جواب منكم انا فراغن وعلى هالاسئلة على الاجابة رح يتوقف قراري باني استأجر ولا لا اوب ايش دي فونون ميتن كان الاعلان عجبني لكن في بعض الاستفسارات ناقصة بعد الاستفسار بقرر اني استأجر ولا لا دس هال بشرايب ايش اينا وهير مت تستخدم كتير برسائل بفيربونج دس هال ممكن استبدله باوز ديزم جروند دس فيجين داهر وممكن اعمل فاصلة وحط حرف صغير وكمل طيب هلا اذا حبيت انا بدي اطرح الجملة شوي طبعا هون بالبيت سفاي تأكيدا لهذا الموضوع في قسم خاص بالرسائل اسمه الانفراقه انفراقه بدك تبعث اسئلة وتحصل على اجوبه ايش زوخة اي نفونو دس هال بشرايب ايش اينا انا عم ببحث على البيت وانتو حاطين اعلان دس هال بشرايب ايش اينا عندي امكانية اقوى شوي قواعدية اني اكمل طبعا ممكن احط نقطة هون وانتهينا كافي جملة كافية لكن اذا شفت حالي عندي امكانية دس هال بشرايب ايش اينا ليش عم تكتب كمان في شو الغرض بالاخر بدك تستعلم عن بعض الامور طيب اذا بدي استعلم في غرض في هدف بدي استخدم ام تسوق ام ناخ سوفراجن لكي استعلم ايش دي فونونج ميتن كان استخدمنا نفس الجملة هون لكن هدفنا هال ثلاثة هدول نشوف كيف تمشي واحدة ورا واحدة هلا انا الجملتين الاولانيات ممكن اغيرهم استخدم فيل بدل ديس هال وقلنا بين عكسوا بيت ديس هال وفايل بشرح الروابط السببية ممكن تقول فايل ايش اينا فونونج زوخة شرايب ايش اينا ام ناخ سوفراجن اوب ايش منكمل يعني انا بتدرب البيت كيف تكون هالقاعدة اسهل عندي واكتبها بالطريقة اللي انا بتريحني اذا ام تسوق لكي استعلم ناخ فراجن الفعل ناخ فراجن استعلم كمان ممكن تستخدم يعني يستعلم وهو فعل منفصل لذلك ازي تسوقه بالوسط اذا القصد من هون انه انا حسب قدرتي القواعدية بطول جملتي او بأسرة المهم اكتب صح بالنهاي وكل ما ادربت بكتب جملة اطول وهاي الجملة اذا كتبتك كلها مليئة بالقواعد بغطي كل شي قواعد ولذلك قلنا انه هدول الروابط اللي تحدثنا عنه تقريبا سبعة من الروابط اللي حكينا عنه هنه مهمين جدا في كتابة رسائل العروب طبعا مهمين بشكل عام ها هي الجملة موصلة من دون تقطيع تطبيق حول تبديل الكلمات القاعدة الاساسية والجوهرية في كتابة اي جملة انه الفاعل في الموقع الاول والفاعل في الموقع التاني وهدول متلاصقين دائما حكيناها لحكي عدة مرة لكن في حالات اللي بنتقل فيها للموقع التالت الفاعل هي اللي بدي ايها وقتلي عم بكتب انا رسالة شو هي فيها الحالات في عندي الضرط في عندي المفعول في عندي الرابط بس مو كل الروابط قسم من روابط الجمال الرئيسية يعني الروابط تربط جملتين رئيسيات ببعض هدول يجوا بالموقع الاول وبالتالي يجي الفاعل في الموقع التاني والفاعل في الموقع التالت هذا الشيء اللي لازم ادقق عليه بعد ما اخلص من كتابة الرسالة وطبعا بايه الفاعل والفاعل بلزق بعض ما بتعدوا عن بعض تطبيق على هالكلام هالثلاث جمل اللي شفناهن قبل شوي ترتيب الكلمات فاعل فاعل مفعول بدي اعمل تبديل الكلمات احيانا بيعطي انطباع بقوة القواعد واحيانا بيكون لازم لاتخلص من بعض الامور من التكرار مثل ما قلنا واحدة من الاسباب اني ما اوضاع الضمير الشخصي دائما في اول الجملة هلا اذا النقطة المركزية في كتابة الجملة الشيء اللي لازم اراقبه بعد ما انتهت فعل وفاعل بارصد الفعل وفاعل بكل الجمل اللي كتبت انا هاي فعل وفاعل جملة رئيسية طبيعية ما في اي تبديل الفعل في الموقع التاني في الجمل الرئيسية في جملة القول عندي هون الفاعل كل هدول الجمل راح للموقع التالت اذا في سبب شو الاسباب اللي بتخلي الفاعل يروح للموقع التالت راح نشوف هلا عندي هون فاعل بس ما في فعل جنبه شو اللي بيخلي الفاعل يبقى لحاله والفعل يروح للاخير حتى يروح الفاعل للموقع التالت عندي الظروف وعندي المفاعل اذا الظروف والمفاعل وروابط الجمل اللي تربط جملتين رئيسيتين ببعض من ضمن هون ديس هال وراح الفاعل للموقع التالت الفاعل لما يكون لحاله والفعل بعيد معناته في رابط جملة جانبية واخيرا عندي جملة بلا فاعل واللي هي اومتسو هون والفاعل بيكون بالجملة الرئيسية طبعا هون جملة جانبية جملة مصدرية اذا هون قواعد كثيرة لكن بالتدريب البسيط مع مراقبة القاعدة هذا هو المهم السؤال الثاني او ممكن يجي بصيغة او نفس المعنى كلهم يعني حكي لنا شوي عنك هذا السؤال يتكرر بل لكن المضمون مختلف هونيك انا عم بكتب لواحد بدي اخذ من اشتغل عنده وهون عم بكتب لشخص بدي استأجر بيت بالتالي هون بيشو بيهموا مني بيهموا انه انا اضمن له دفع الاجار لذا بدي اقول له انا عندي راتب وعندي وظيفة او عمل جيد وبدي اضمن له ما اخرب له البيت بدي اطمنه بينما هداك بدي اعطيه خبراتي للعمل الجملة اللي كانت موجودة بنص الرسالة ايش بنفير هيراتت اند هابت سفاي كيندا رابط جملة رئيسية راح الفاعل نهائيا الفاعل مشترك وقلنا اند من الروابط الصفرية واذا الفاعل مشترك منشيله واذا الفاعل مشترك منشيله هون الفاعل غير مشترك الفاعل مشترك زيت لاندارت سايد اربايت ايش انجينيور باي زيمينز ايش بنفير هيراتت اند هابا اين كلاينس كنت يعني منذ وقت طويل اعمل كمهندس عند سيمينز انا متزوج ولدي ولد صغير وطبعا هو نفس الشي استخدمنا اند والفاعل مشترك وحزفناه مومنتان في الوقت الحالي اربايت ايش انجينيور باي اينار غروس فيرما دي فيرما في الوقت الحالي اعمل كمهندس بشركة كبيرة يعني كونه عم تعمل مهندس بشركة كبيرة يعني هذا بيعني له انه في راتب كافي وما عنده خوف منك زيت اصفايا اربايت ايش انجينيور باي زيمينز وانا احصل على راتب جيد يعني افكار بسيطة ممكن تقول له انا متزوج وبعدين تقول له ماين الفاميليا بشتيت اوس فيه بغزون عائلتي مكونة من اربع اشخاص طبعا هون قنت نفس الشي كمان حزفنا الفاعل لانه مشترك اذا فكرة الفيديو بتدور حول الجمل واهم شي فيه انك تنتبه للفعل والفاعل وشو اللي بيغير مواقع في الجملة لهم بنتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء اذا في اي ملاحظة او تعليق قريبتكم باسفل الفيديو ولا تنسوا تعملوا شيروا لايك واشتراك بالقناة وشكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة